حديث طويل مفصل عند الحكومات في وسائل الإعلام في المراكز العلمية والبحثية وهنا مربط الفرس فأكثر الكلام يأتينا من هنا من المراكز العلمية والبحثية هناك حديث مفصل عن الأسباب التي جعلت أرضنا بهذه الحالة وجعلت عالمنا بهذا الواقع الذي نعيش جانبا منه ونشاهد جانبا آخر فنحن لا نستطيع أن نعيش في كل جوانبه نعيش في جانبا ونشاهد جانبا آخر الحديث عن الأسباب حديث متشعب ولا بد أن نوضح نقطة مهمة للغاية في فهم الذي يجري في حياتنا ويجري حولنا النقطة المهمة إذا ما تصورنا أن سببا واحدا من الأسباب التي يتحدث عنها المتحدثون هو هذا الذي فعل ما فعل بنا أتحدث عن الأسباب التي يمكن أن تدرس ويمكن لعلماء الأرض أن يسلطوا الضوء عليها لا نستطيع أن نرجع الأمر إلى سبب واحد إنها شبكة من الأسباب يتصل بعضها بالبعض الآخر إنها شبكة على طبقات من الأسباب والأسباب ما كلها بدرجة واحدة من الشدة والقوة هناك أسباب مباشرة هناك أسباب غير مباشرة هناك أسباب قوية جدا وهناك أسباب ضعيفة جدا هناك أسباب متواصلة وهناك أسباب متقطعة إنها شبكة معقدة من الأسباب وعلى طبقات ليست في طبقة واحدة أضرب لكم مثالا وبعد ذلك أعود إلى صلب موضوعي في أيامنا هذه الناس يلبسون الكمامة إذا أردنا أن نبحث في الأسباب التي تجعل الناس يلبسون الكمامة على وجوههم هناك من يلبس الكمامة للخلاص من العدوى هذا هو السبب الذي يدفعه كي يلبس الكمامة الخلاص من العدوى من الجهتين إذا كان هو مصابا فلا يريد أن ينقل العدوى إلى الآخرين وكذلك كي يحمي نفسه ويحمي عائلته حينما يخرج إلى الخارج فلربما من دون كمامة ينتقل الفيروس إليه قد تكون الكمامة حامية له بدرجة من الدرجات فهو لا يريد أن يعود إلى بيته حاملاً معه العدوى إلى أسرته إذن هناك من الناس يلبسون الكمامة للخلاص من العدوى من الطرفين من قبلهم ومن قبل الآخرين هذا السبب حقيقي وموجود هناك مجموعة أخرى من الناس لا تفكر بموضوع في موضوع العدوى إنما تريد أن تحافظ على سلامتها وعلى سلامة الآخرين من أسرهم من زملائهم في العمل من النهس جميعاً فهناك سبب يدفع هؤلاء الناس حفاظاً حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين هذه جهة أخرى وهذه طريقة تفكير أخرى تختلف عن السبب الأول للخلاص أو للفرار من العدوى صحيح قد تلتقي هذه الأسباب في جهات ولكنها تفترق في جهات أخرى هناك من يلبس الكمامة التزاماً بالقانون بقانون الحكومة التي فرضت ذلك مرة التزاماً بالقانون احتراماً له احتراماً للقانون ومرة خوفاً من العقوبة القانونية هذا سبب وهذا سبب يلبسون الكمامة لأجل القانون ولكن تارة احتراماً للقانون وأخرى خوفاً من عقوبة القانون هناك من يلبسون الكمامة دفعاً للمشاكل للمشاكل مع الحكومة وللمشاكل مع الناس فهم حينما يريدون أن يذهبوا إلى شركة إلى دائرة لا يريدون أن يسمعوا كلاماً من جهة حكومية أو حتى من الناس حينما يستقلون وسائل النقل العام فدفعاً للمشاكل مع الحكومة ومع الناس يلبسون الكمامة هناك من الناس يلبسون الكمامة التزاماً دينياً لأن الجهة الدينية التي يتمسكون بتعاليمها فرضت عليهم دينياً أن يلبسوا الكمامة هناك وهناك لكننا إذا أردنا أن ندقق النظر في السبب الرئيسي إنه الفيروس الفيروس هو الذي دفع الحكومة أن تقنن القواني وهو الذي دفع الجهات الدينية أن تصدر الأحكام الدينية وهو وهو الفيروس حتى الذين يلبسون الكمامة بملاحظة الفيروس نظرهم واهتمامهم بالفيروس فهم تارة يلبسون الكمامة للخلاص من هذا الفيروس وأخرى خوفاً من المرض وآثاره وآثاره وأخرى خوفاً من العواقب المجهولة و و القائمة طويلة تلاحظون أن قضية بسيطة هو أن يلبس الناس الكمامة تتعدد الأسباب قد تلتقي هذه الأسباب وقد تفترق قد تكون الغاية واحدة في جهة من الجهات لكننا إذا أردنا أن ننظر بدقة لكل هذه الأسباب فإنها تشكل شبكة من الأسباب وهذه الشبكة من الأسباب ليست في طبقة واحدة إنها عدة طبقات وطبقة تتصل بطبقة أخرى قد تتعانق بعض هذه الأسباب وقد تبتعد يبتعد بعضها عن البعض الآخر المثال أعتقد أنه صار واضحا نلبس الكمامة لحزمة من الأسباب والناس يختلفون في فهمهم في تعاملهم مع هذا الموضوع موضوع صغير حينما نتحدث عن أسبابه كل هذا التفصيل قطعا مثل ما أقول دائما الأمثلة تقرب من وجه وتبعد من وجوه المثال الذي ضربته لكم مثال الكمامة مثال يقرب من وجه ولكنه يبعد من وجوه الموضوعات التي طرقتها في الحلقة الماضية موضوعات معقدة متشعبة لكنني جئت بالمثال لأجل الفكرة الإجمالية فيه من أن الأسباب تتشكل في شبكة من عدة طبقات أن نتصور سببا واحدا في أي موضوع من الموضوعات هذه سذاجة في الفكر وسطحية في الفهم كوننا وديننا أيضا نحن نتحدث عن التكوين وعن التشريع في التكوين وفي التشريع هناك شبكات من الأسباب شبكات معقدة جدا وعلى طبقات تتواصل هذه الطبقات مع بعضها وربما لا تتواصل في بعض حالاتها أو في حيثية من حيثياتها نذهب إلى فاصل عن أبي خالد الكابلي قال سألت أبا جعفر باقر العلوم صلوات الله عليه عن قول الله عز وجل فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا فقال يا أبا خالد النور والله الأئمة من أهل محمد صلوات الله عليه إلى يوم القيام وهم والله نور الله الذي أنزل وهم والله نور الله في السماوات وفي الأرض والله يا أبا خالد لنور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من الشمس المضيئة بالنهار وهم والله ينورون قلوب المؤمنين ويحجب الله عز وجل نورهم عمن يشاء فتظلم قلوبه والله يا أبا خالد لا يحبنا عبد ويتولانا حتى يطهر الله قلبه ولا يطهر الله قلب عبد حتى يسلم لنا ويكون سلما لنا فإذا كان سلما لنا سلمه الله من شديد الحساب وآمنه من فزع يوم القيامة الأكبر ما يجري على أرضنا من تعقيدات مر الحديث عن بعضها في الحلقة الماضية حينما نبحث عن الأسباب هناك أسباب كثيرة تحدث عنها المختصون بعض بعض تلك الأسباب حقيقية لقد تأكدوا منها بنحو علمي وبعض تلك الأسباب التي تحدث عنها في مستوى الاحتمال لا يملكون دليلا قطعيا عليها قالوا وقالوا وقالوا لكن في نهاية الأمر فإن السبب هو الإنسان أنا لا أريد أن أناقش كل ما ذكر على ألسنة العلماء وألسنة المختصين في المجالات التي ترتبط بالموضوعات التي حدثتكم عنها في الحلقة الماضية لا أريد أن أتحدث وأن أناقش وأن أورد كل ما قالوا فهذا سيحتاج إلى وقت طويل وطويل جدا لكنني أجمل لكم الكلام السبب هو الإنسان الإنسان هو سبب جشع الإنسان طمع الإنسان عدم مبالاته بالآخرين ديكتاتورية الإنسان سفاهة الرغبة الرغبة في التملك الجامحي التي تهيمن على عقل الإنسان وفكره الإنسان هو سبب في هذا الذي يجري على أرضنا في هذا الذي نشاهده يوميا ونسمع عنه يوميا ونعايشه يوميا نعايش بعضه نشاهد بعضه ونسمع بعضه وهكذا والقضية متصلة ليس لها من آخر كما يبدو ما بعد الحرب العالمية الثانية وبعد أن رجع الساسة والحكام وكذلك العلماء والحكماء في العالم وأهل البحث والتحقيق رجعوا يبحثون عن مشكلة الإنسان وفي مؤتمر عالمي كبير عقد في ذلك الوقت اجتمع فيه نجوم العالم وكبار العلماء يتحدثون عن مشكلة العالم عن مشكلة الإنسان عن مشكلة الحياة هناك من شخص المشكلة بأسلوب بأسلوب دقيق إنه عالم المادة والطاقة إنشتاين لقد شخص المشكلة في حياة البشر إنها الطاقة الطاقة بكل أشكالها فعلاً هي هذه المشكلة الطاقة بكل أشكالها التوزيع غير العادل للطاقة فهناك طاقة بل أنواع من الطاقة مكدسة في جهة معينة من العالم وهناك مساحات واسعة تفتقر إلى الطاقة التي تحتاجها التوزيع غير العادل للطاقة الاستعمال غير الصحيح للطاقة أنواع الطاقة المناسبة تتكدس في مكان وأنواع للطاقة الضارة تتكدس في مكان آخر ليس هناك من عدالة في التوزيع ما بين المنافع والأضرار ليس هناك من عدالة في توزيع الطاقة بكل أشكالها هناك جشع جشع عند الحكومات وعند الحكام وعند أصحاب الرسامي الكبيرة جشع عند هؤلاء بشكل مخيف ومرعب مشكلة الإنسان هنا في الطاقة هكذا شخصها إنشتاين وهو تشخيص دقيق للغاية كل الأسباب التي يتحدث عنها علماء اليوم فيما يرتبط بمشاكل الأرض إذا أردنا أن نعود إلى كواليسها وإلى عمقها البعيد إنها الطاقة أنشتاين شخص مشكلة الإنسان في الطاقة مثل ما قلت لكم ومثل ما يقول هو هناك توزيع غير عادل للطاقة وهناك استعمال سيء للطاقة وهناك وهناك الطاقة وشؤونها وتفاصيلها وأسرارها في حياة الإنسان الحديث عن الطاقة بكل أشكالها عن الطاقة النفطية وسائر المعادن الأخرى عن الطاقة النووية وعن الطاقة الكهربائية وعن الطاقة المائية وعن الطاقة الهوائية وعن وعن عن الطاقة بكل أشكالها مشكلة مشكلة مشكلتنا إذن في كل الموضوعات التي حدثتكم عنها وفي كل الموضوعات التي لم أجد فسحة كي أحدثكم عنها مشاكل حياة الإنسان على هذا الكوكب مشاكل حياة الحيوان على هذا الكوكب مشاكل حياة النبات مشاكل الكائنة المجارية على هذا الكوكب مشاكل الأرض محورها الإنسان ومشكلة الإنسان مثل ما شخصها إنشتاين الطاقة لما جاء إنشتاين يريد أن يضع حلا لهذه المشكلة وضع حلا افتراضيا فقال مشكلة الطاقة هذه تحتاج إلى قانون عادل صالح لتوزيع طاقة بشكل عادل ولطريقة التي سيتم التعامل بها مع هذه الطاقة التي توزع بشكل عادل قانون لتوزيع طاقة لطريقة استعمالها لكل التفاصيل والشؤون التي ترتبط بالطاقة بكل أشكالها وترتبط بحاجة الإنسان لأشكال طاقة كلها وكيف يتصرف وكيف ينتفع منها وكيف تكون الموازنة ما بين المنافع والأضرار وماذا يترتب على الإنسان من أمور يجب عليه أن يأخذها بنظر الاعتبار لما يتركه استعمال طاقة من آثار سلبية في واقع حياتنا اليومية هذا هو الذي افترضه أن اشتاين أن يكون هناك قانون واحد يحكم العالم ولكنه رجع فقال وما قيمة هذا القانون الذي لا نستطيع تطبيقه في كل أنحاء العالم حددنا المشكلة إنها الطاقة الحل في تشريع قانون موحد يخلص البشرية من مشاكل الطاقة التي أشرت إليها بالإجمال قبل قليل لكن سؤال هنا ما نفع القانون الذي لا يطبق ولذا فإن انشتاين وجد حلا لهذه المشكلة أيضا وجد حلا افتراضيا قال لا بد من حكومة واحدة تحكم العالم لابد من حكومة عادلة صالحة واحدة تحكم العالم أجمعه كي تستطيع أن تنفذ القانون الموحدة الصالحة في جميع أنحاء العالم كي توزع الطاقة بشكل عادل وكي يتمكن الإنسان من مواجهة الأضرار مثل ما يستطيع أن يحصل على المنافع ضمن تفاصيل ذلك القانون وضمن متابعة تلك الحكومة الحديث عن قانون واحد صالح للعالم ينظم شؤون الطاقة وشؤون الإنسان في التعامل مع الطاقة ولا بد من حكومة عادلة صالحة واحدة تقوم بتنفيذ ذلك القانون بعدالة حينئذ سترتفع هذه المشاكل أقول أن تشخيص إنشتاين ليس دقيقا للغاية صحيح أن مشكلة الإنسان هي الطاقة المشكلة تبدأ من هنا وتعود إلى هنا إلى الطاقة هذا هو الذي نلاحظه بأم أعيننا في الذي يجري في عالمنا اليوم إذا أردنا أن نبحث عن جذور المشاكل السياسية في العالم وعن جذور المشاكل التجارية في العالم وعن جذور المشاكل الصناعية وعن جذور مخلفات كل ذلك أتحدث عن مخلفات السياسة وعن مخلفات التجارة وعن مخلفات الصناعة فضلا عن الحروب ومخلفاتها المرعبة كل ذلك يدور في ملعب الطاقة الجميع يدورون حولها ويتحدثون عنها المشاكل والحلول هناك في ملعب الطاقة دقيق جدا كان أنشتاين في تشخيصه لمشكلة الإنسان لكن الحقيقة إذا أردنا أن ننظر إليها بدقة وعمق الطاقة ومشاكل الإنسان بخصوصها هي أثر من آثار مشكلة الإنسان مشكلة الإنسان ليست في طاقة الطاقة من آثار مشكلة الإنسان مشكلة الإنسان ليست في قانون موحد ينظم شؤون طاقة على وجه الكرة الأرضية مشكلة الإنسان في عدم وجود حكومة واحدة عادلة الحكومة الواحدة العادلة هي التي ستصنع القوانين الصالحة وهي التي ستسعى إلى تطبيقها وهي التي ستقوم بتقليل الأضرار إلى أبعد حد وهي التي ستحافظ على منافع الطاقة في حياة المجتمعات الإنسانية مشكلتنا إذن هنا مشكلتنا لا في الكوارث الطبيعية ولا في تقلبات المناخ ولا في الاحتباس الحراري ولا في انتشار الفقر ولا في أزمة الغذاء ولا في انتشار المجاعات ولا 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 مشكلتنا في عدم وجود حكومة واحدة عادلة تحكم العالم هذه هي المشكلة الحقيقية إذا أردنا أن نبحث في كواليس هذا الموضوع فإننا سنعود إلى مشروع الغدير مشروع الغدير مضمونه هو هذا حكومة واحدة عادلة صالحة تحكم العالم والبرنامج يأخذ منها خلاصة هذا ما قاله رسول الله في مواثيق بيعة الغدير هذا علي يفهمكم بعدي مثل ما قلت لكم إنني سأحدثكم حديث الكواليس في ثقافة العترة الطاهرة نذهب إلى فاصل